بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وأحباب الصغار تلاميذ الصف الأول لابتداء من مدرسة الأندلس لابتدائية الخاصة للبنين أهلا ومرحبا بكم في لقاء الأخير بكم في هذه السنة أسأل الله أن يجعلها سنة خير وفتح علينا وعليكم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن كل قلبي أدعو الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم قرة عين لوالديكم وأن يكشف عنا وعن بلاد المسلمين الضر والبلاء وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يجعل لنا من ليلة القدر أوفر الحظ والنصيب وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا وكل من يسمعنا من عتقائه من النار ومن المقبولين في هذه الليلة وفي كل ليالي رمضان المباركة ومع الدرس الأخير من الدروس المصورة لمادة الرياضيات مع معلمكم حامد المغازي مدرس الرياضيات بالمدرسة ولا تنسوا يا أبناء الاشتراك بقناة اليوتيوب لمن يم يشترك وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد إن شاء الله اليوم مع مراجعة للوحدة الثانية عشرة والوحدة الثالثة عشرة من كتاب الباقة الرابعة الهدف من درس اليوم يا أحبابي أن يتذكر التلميذ بعض طرق قياس الطول كالمقارنة والترتيب والقياس غير المباشر بسهولة أن يتذكر التلميذ الطرق المختلفة لقراءة الوقت بالساعة ونصف الساعة بطلاقة هيا بنا في التدريب الأول أرسم خطوطاً لتوضيح الأشياء الأطول والأشياء الأقصر تدريب الأول يا أبنائي نصل بخط بين كلمة الأطول وبين القلم الأطول ثم نصل بخط بين كلمة الأقصر والقلم الأقصر من أقلام التلوين هيا بنا الأطول أي لون في المجموعة التي فوق عندي قلم تلون أحمر وقلم أزرق وقلم برتقالي الأطول هو اللون نعم البرتقالي نصل بخط مستقيم وبالمسترى يا أبنائي والأقصر هو أي لون نعم إنه الأحمر أحسنتم بارك الله فيكم يا أحبابي مادة الرياضيات من المواد السهلة والممتعة التي لا تحتاج إلى مجهود كبير التدريب الثاني لدينا ثلاث أقلام ألوان زيتية خضراء نريد أن نصل كلمة الأطول بالقلم الأطول نعم القلم الأول ولا الأوسط أم القلم الأخير نعم إنه القلم الأوسط نعم والأقصر هو القلم الأول من أعلى نعم أحسنتم بارك الله فيكم يا أبنائي التدريب الآخر أرسم ثلاث خطوط بأطوال مختلفة بالترتيب من الأطول إلى الأقصر ثم أحوط الخطين الأطول والأقصر نعم يا أحبابي هيا بنا نرسم ثلاث خطوط أنا سأرسمها بألوان مختلفة نبدأ من الأطول نعم أنا رسمت الخط الأطول هذا الأول باللون الأزرق ثم هذا الخط البني ثم الخط الأخضر ورتبتهم حسب الطول بدأت بالأطول فالأقصر ثم الأقصر الآن المطلوب وعندما نرسم يا أبنائي خطوط ندرب أنفسنا أن نرسم بالمصطرة حتى يأتي الخطوط ويأتي عملك مرتبا ومنصقا ومرتبا مثل ما قلنا وحوط الخطين الأطول والأقصر أين هو الخط الأطول يا أبنائي؟ إنه الخط نعم الخط الأزرق حوطنا عليه بدائرة نعم والأقصر هو إنه الخط الأخضر أحسنتم بارك الله فيكم يا أبنائي وننتقل إلى تدريب آخر أحوط الشيء الأطول أستعمل الحبل البني للمساعدة عندي تدريبان وكل قلم من الأقلام التي أمامكم تحتها خط بني الخط هذا يساعدني في معرفة الأطول نعم التدريب الأول لدينا قلمان ألوان قلم أحمر وقلم أزرق الخط كما ترون من هو الأطول؟ نعم إنه القلم الأزرق أحسنتم نضع عليه أو نحوط عليه بدائرة التدريب الثاني لديك أقلام قلمان تلوين قلم أخضر وقلم أصفر باستعمال الحبل البني أسفل القلمين من هو القلم الأطول؟ إنه القلم كما يشير الخط البني نعم إنه القلم الأخضر أحسنتم بارك الله فيكم نحوط عليه بدائرة ننتقل إلى تدريب آخر هذا من دروس الوحدة الأخرى التي سنراجعها اليوم وهي الوقت أمامك يا بني ساعات عقارب أكتب الوقت المبين في الساعة أول شيء تدريب الأول يا أبنائي نرسم أنا نرسم عقارب الساعات عقرب الساعات يا أبنائي عند كم؟ عند ثلاثة كما رسمت إذن عقرب الساعات نكتب عند العدد ثلاثة طيب عقرب الدقائق دائما عندما تكون الساعة كاملة يكون عند العدد نعم إثنى عشر هذا العقرب الذي لونته باللون الأحمر فعقرب الدقائق الآن عند إثنى عشر يا أبنائي فتكون الساعة هي تمام الساعة السالثة أحسنتم بارك الله فيكم يا أحبابي الساعة الثانية أو التدريب الثاني هيا بنا نرسم عقرب الساعات الساعة هنا عند كم؟ تسعة فعقرب الساعات هنا يشير إلى الساعة التاسعة وعقرب الدقائق كما ترون الآن يشير إلى الثانية عشر فيكون نكتب إثنى عشر فتكون الساعة يا أبنائي هي الساعة التاسعة أحسنتم بارك الله فيكم المسألة الأخيرة يا أبنائي المسألة الثالثة أقرب الساعات كم هذا يا أبنائي؟ إنه عند العدد خمسة نعم وعقرب الدقائق الأحمر هذا عند إثنى عشر فنكتب إثنى عشر أقرب الدقائق فتكون الساعة يا أبنائي هي الساعة الخامسة تماما وننتقل إلى نشاط آخر أنظر إلى كل من ساعة العقارب والساعة الرقمية وأقرأ وأكتب الوقت بالساعات نعم التدريب الأول كما ترون الساعة العقارب تشير إلى أقرب الساعات عند سبعة والدقائق عند إثنى عشر والساعة الرقمية العدد السبعة يشير إلى الساعات وصفر سفر إلى الدقائق فتكون الساعة يا أبنائي هي الساعة السابعة تماما نعم التدريب الثاني أقرب الساعات يشير إلى أربعة والدقائق يشير إلى كم؟ أقرب الدقائق إثنى عشر والساعة الرقمية يا أبنائي العدد أربعة يشير إلى الساعة وصفر صفر تشير إلى الدقائق فتكون الساعة هي الرابعة تماما أحسنتم جزاكم الله خيرا التدريب الآخر أكتب الأعداد لإكمال الجملة ثم أكتب الوقت على الساعات الأخرى عرفنا نصف الساعة يا أبنائي عقرب الساعات يقع بين عددين في النصف هنا التدريب الأول يسأل أقرب الساعات يقع بين كم وكم نظروا إلى أقرب الساعات نعم بين الثامنة والتاسعة ويشير أقرب الدقائق إلى العدد كم يا أبنائي ستة أول شيء نكتب نكتب الساعة يبقى الساعة الآن ثمانية وثلاثين دقيقة أي الثامنة والنصف وأقرب الدقائق يشير إلى العدد كم يا أبنائي ستة أحسنتم بارك الله فيكم في المسألة الثانية أقرب الساعات يقع بين كم أربعة وخمسة يبقى نكتب أقرب الساعات يقع بين أربعة وخمسة يا أبنائي نعم ونكتب الساعة الرقمية أربعة أي أربعة أي الساعة الساعة تشير إلى الساعة وثلاثون تشير إلى الضقائق إذن يا أبنائي شرع أقرب الدقائق إلى العدد ستة نعم أحسنتم بارك الله فيكم ووفقكم الله وفتح عليكم وسدد خطاكم يا أبنائي في نهاية الدرس ماذا تعلمنا اليوم يا أحبابي نعم اليوم قمنا بمراجعة سريعة للوحدتين الثانية الثانية عشر والثالثة عشر نعم يا أحبابي ولا ننسى أن أذكركم بالواجب أن تحلوا واجباتكم صفحة 319 رقم 1-2-3 وصفحة 355-1-2-3-4 بكتاب الباقة الرابعة أشكركم يا أبنائي على انتباهكم ومتابعتكم دعوات القلبية والطيبة لكم بالنجاح والتوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر